اتهمت مصادر مطلعة في صنعاء القيادية الحوثي والاشتراكية السابق سليمان عويدين الغولي المعين من الحوثيين في منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة بتصفية حسن زيد بسبب خلافات سابقة بينهما أدت لحبس الغولي لثلاثة أشهر في جهاز الأمن القومي التابع للجماعة وتم الإفراج عنه قبل عشرة أيام وقالت أن جماعة الحوثي سهلت عملية الاغتيال بعد أن رأت أن زيد انتهى دوره وخسائره أكثر من فائدته حيث تم الإفراج عن سليمان الغولي بعد تعبئته ضد حسن زيد وتولي علي القحوم عضو المكتب السياسي للجماعة وأحد المقربين من عبد الملك الحوثي وعمل لسنوات سكرتيرا له اقنعه بأن الأمن القومي والبقائي ليس له علاقة بحبسه وإنما تلقى تقريرا من وزير الشباب حسن زيد عن نشاطاته المريبة وبناء على ذلك تم اعتقاله للتأكد مما جاء في التقرير وإذا كان له من غريم فهو حسن زيد وليس أجهزة الأمن تنقلت وسائل التواصل الاجتماعي اسم المدعو أسامة ساري المعين أيضا وكيل الوزارة الشباب والرياضة والذي لا يزال ملاحقا ومطلوبا لنيابة الحوثيين بعد ملاسنات وخلافات مع حسن زيد وفي السياق ربط مراقبون بأن تعامد ميليشية الحوثي استقبال سفير إيران اليوم بعد ساعات من اغتيال حسن زيد وقبول أوراق اعتماده للتغطية على حادثة الاغتيال التي تتزايد حولها الدلائل بتصفية في إطار الصراع بين جناحي صعدة وصنعاء داخل صفوف الجماعة وكان حسن زيد قد وجه قبل أيام انتقادات لدخول سفير الإيراني إلى صنعاء في تعليقات له من شورات في الفيسبوك متهما طرف إيران بركوب موجة الصراع في اليمن حرصا منها على استخدامه لتكون طرفا في التسوية النهائية للحرب إلى جانب الدول الرواعية ترجمة نانسي قنقر